السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ السنة الأولى متبسطة ولا حتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم أستاذ ياسمين وإن شاء الله اليوم رح نشوف ملخص اللغة العربية للفصل الثالث معتها ما هي الدروس اللي طيحنا سواء في فروض ولا اختبارة الفصل الثالث في اللغة العربية يعني بعد ما شفنا البرنامج تعلقه العربية اللي احنا إن شاء الله نحطه لكم في رابط الوصف هو ويجميع المواد يعني برنامج تعلق جميع المواد في الفصل الثالث إن شاء الله يلا نتطرقه للدروس هذه ملخصة يلا نبدأ بالدرس الأول اللي هي الأنماط المقترحة في الفصل الثالث معتك يعطيني سواء في الفرد ولا في الاختبارة على اللغة العربية السؤال المعروف والغني عن تعريف ما هو نمط النص إذن وش أحنا نعطوكم في الفصل الثالث نماطين اللي هما الوصفي والسردي إذن يلا نشوفه وقتاش نقول بلي نمط وصفي ومتى نقول أنه نمط سردي يلا دوما نقولنا اللغة العربية لازم نفهمها نفهم إذن النمط الوصفي ينقل لنا الكاتب صورة عن شيء أو شخص أو مكان نقلا أمينا كأننا نرى تلك الصورة أو ذلك المشهد معتا وقتاش نقول بلي أنا هذا النص عنده نمط وصفي عندما نرى الكاتب ولا نشوفه كي نقرأه ونستعناه نصيبه بلي الكاتب راه ويصف لنا شيء مفهوم مثلا اختراع أو شخص أو مكان إذن إذا وصف لي شيء أو شخص أو مكان كأننا نرى نقوله نتخيله بلي هذا الشيء أو الشخص هذا كرانا نراه تماما يعني كلي نتخيله إذن فالنمط وصفي مفهوم إذن جاي من كلمة وصف إذن يصف لنا تلك الصورة أو ذلك المشهد يلا هي قدر للسؤال يقول أعطي بعضا من مؤشراته ولا أذكر مؤشرين من مؤشراته مفهوم معنتا كيفاش عرفتو بلي النمط وصفي مؤشرات معنتا كيفاش عرفنا بلي النمط وصفي إذن يلا عندنا أربع مؤشرات نحن نذكره على حساب السؤال تاني نحن 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 نح من امر تعج بالنهي الى غير ذلك اذا الاسلوب الانشائي اجده في النمط الوصفي والدقة في التصوير اللي قلناها لهنا اذا يذكر لي ولا يوصف لي الشيء او الشخص او المكان كأنني ارى اذا هناك دقة في التصوير اذا هدية من خصائص او مؤشرات النمط الوصفي اين نجده بكثرة وين نلقى النمط الوصفي اجده في القصص في الروايات المواضيع العلمية الى غير ذلك الكل وين الكاتب يكون يصف لنا اذا فاجده النمط الوصفي اذا هذا بالنسبة للنمط الاول اللي شفته بلي سهل يلا ننتقل الى النمط السردي ما هو النمط السردي؟ جاي من كلمة اسرد مع انته احكي هو ذكر تتابع الاحداث والاقوال والافعال في القصة او الرواية حسب ترتيبها الزمني اذا انا كي نقول انا اسرد اذا انا احكي اذا احكي قصة او احكي رواية او مفهوم او حدث الى غير ذلك هذه وشنو معنتها النمط السردي يلا وشنو معنتها ولا كي يقول ما هي خصائص وامر اشياءات ومعنتها كيف شعرفت بلي هذا النمط هو نمط سردي اذا انكثرت ادوات الربط ظروف المكان والزمان معنتها نستخدم الكثير من ادوات الربط ثم وافا الى غير ذلك كذلك ظروف الزمان والمكان قبل عندما حينئذ اليوم امسا الى غير ذلك عندي سيطرة الاسلوب الخبري اذا تلاحظوا بلي هذا حكس هذا النمط السردي عندي الاسلوب الخبري معنتها يخبروني وشوي صلا يحكي لي الحكاية وش فيها بتسلسل زمني معنتها مشي مثلا يعطيني النهاية ومعنتها يطلع للبداية لا تسلسل زمني تعالي حكاية من اللي بدأت حتى خلاصت اذا التنويع في الافعال الماضية والمضارعة قد لكم دايما هذه نكتبوها استخدام الضمين المتكلم او الغائب معنتها هو يتكلم على ذلك الحكاية او يتكلم عن الشخص اللي دار هذه الحكاية او القصة تتابع الاحداث وتسلسل قلنا لازم الاحداث تكون متسلسلة معنتها مشينا نبدأ من الوسط الى النهاية ثم الى البداية يلا اين نجده ونجد النمط السردي في القصص الروايات الاخبار الوقاعة الى غير ذلك يعني نستخدم النمط السردي في اي شيء استطيع سرده اي استطيع ان احكيه يلا ننتقل الدرس اللي بعده وهو الفرق ما بين المفاعيل والحال اذا المفاعيل هو جمع مفعول مفهوم اذا جميع انواع المفعول رح نشوفهم الى هنا والحال اذا ما هو العلاقة ما بين هذين الاثنين اذا كل واحد احنا نعطي النوع لتاعه رح نعطي تعريفه واين اجده اذا بالنسبة لهذا الدرس احترقاوه اعراب معنتها اعرم ما تحته خط في النص يلا اذا عندي المفعول به المفعول المطلق المفعول معه المفعول لاجله والحال اذا كل واحد فيهم احنا نشوف كيف نعربه اذا نبدأ المفعول به واللي بديناه من الثالثة ابتدائي مفهوم يعني من اللي كنا في الابتدائي وشنه هو المفعول به اسم منصوب معنته يخلص بفتحه يدل على من وقع عليه الفعل الفاعل معنتش كون وقع عليه الفعل مفهوم اذا دوم نقول لكم المفعول به ماذا نطرح السؤال نطرح السؤال ماذا هيا ناخده مثال فهمت تلميذ الدرسة فهمت تلميذ ماذا اذا دسألت السؤال ماذا وقدرت انجاوب عليه وكذلك صبت الكلمة التاعي تنتهي بفتحة فهو كيف نعرفه الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره فهمت اذا هذا بالنسبة لأسهل واحد فيه يلا ننتقل الى المفعول المطلق المفعول المطلق كذلك سهل جدا هو مصدر منصوب يعني نفس الشيء نلقى فيه فتحة يذكر فعله قبله من نفس النوع معنى عنده المفعول المطلق والفعل التاعوي عندهم نفس النوع قلوا استاذا كيف نقول لكم مثال قرأت النص قراءة شربت الحليبة شربا مفهوم معنى كما الفعل التاعوي قرأت قراءة كتبت كتابة مفهوم هدية وشو معنىها هدفة شنفيقو للمفعول المطلق لازم دوما نقرأ بها نقول لكم دوما دوما الاعراب لازم نقرأ الجملة اللي قبل الكلمة مش هكذا نشوفوا إذا كيف كيف وش نعربوا قراءة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر فهم إذا المفعول مطلق قلنا يجوا يتكتبوا كيف كيف يلا نحو المفعول معه وش نمعتها كذلك اسم منصوب معنتها يخلاص بالفتحة يأتي بعد واو المعية شكون هي يا واو المعية مش معنتها واو هدك تعربت لا واو المعية بمعنى مع هي صحيح نكتبوها واو لكن المعنى التحة هي معا معنتها لو كان ننحيها ونكتب معا تخرج نفس المعنى ذهبنا وطلوع الفجري إذا نقدر نحي الواو ونديرها معا ذهبنا مع طلوع الفجري هذه يفاش تعرفوا واو المعية إذا لو كانت نحوها وتكتبوا علش اسمينها المعية ولا المفعول معا هو لأنه جاي من معا مفهوم ذهبنا مع طلوع الفجر ولا ذهبنا وطلوع الفجر إذا كيف نعرب طلوعه إذا مفعول معا هو نفس الشيء منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره يلا ننتقل الآن إلى المفعول لأجله وشن هو المفعول لأجله يعني نقول لأجله إذا تلاحظوا بلي كل واحد كما احنا نقوله كل واحد اسمون على مسمى يعني كل واحد يدير وش راهو مكتوب فيه إذا هو مصدر مفعول لأجله مصدر منصوب نفس الشيء معا أنتها ينتهي بفتحة يبين سبب حصول الفعل معا أنتها لماذا لأجل ماذا حصل الفعل إذا يلا ذهبت للطبيب قصد العلاج ولا ذهبت للطبيب من أجل العلاج إذن نطرح سؤال ذهبت للطبيب من أجل ماذا إذن من أجل العلاج إذن كيف أعرب قصد نعربها مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر إذن هذه بالنسبة إلى الفرق ما بين المفعيل يلا نروح للحال الحال نفس الشيء هو اسم المنصوب كما هو كما المفعيل قبله يبين حالة صاحبه حين وقع الفعل يعني وقتاش وقع الفعل ونطرح السؤال كيف الحال نفس الشيء هو اسم المنصوب ما عندها ما نزل نخلطه بينهم بين المفعيل لكن يبين حالة الصاحب وكل يراني نبين حالة صاحب لذار الفعل وفاش نعرفه نطرح السؤال كيف يلا نشوفه مثال خرجت من البيت مسرعا خرجت من البيت كيف مسرعا وحنا بين القوسين كيفية نطرح ما بين حالة صفاء ونقل لكم الحال ما يطولش مثال whether نقل لكم مسرعا خرجت من البيت مسرعا لم نقعد حياة مسرعا المفهم الحال قاصر ان الصفاء لا لا طويلة اذا كنقل هذا شجرة معمرة او هذا شجرة طويلة راح تقعد لنا حياة طويلة مفهم هذا والفرق ما بين الحال من الصفاء اذا كيف فأعربه مسرعا حال منصوب وعلانة نصبه الفتحة الظاهرة على أخير إذن هذا هو الفرق ما بين المفاعل والحال يلا ننتقل للدرس اللي بعده وهو اسم الفاعل واسم المفعول إذن نجد من فرق ما بين اسم الفاعل واسم المفعول يقدر يقولي استخرج من نص اسم فاعل ولا اسم مفعول نبدأ باسم الفاعل وهو يصاغ من الفعل المبني للمعلومة مع أنت نجيب من فعل مبني للمعلومة مع أنت أعرف من قام بالفعل هذا وشنو مع أنت فعل مبني للمعلوم هو صاحب الفعل اسم الفعل هو صاحب الفعل يرفع الفعل إذن هذه بالنسبة للشرطة التوعو يلا نشوفوا الأوزان التاعو يأتي دوما على وزن فاعل نفهم أن يقول اسم فاعل يأتي على وزن فاعل مثال واهب ماذح إلى غير ذلك كل ما أجده على وزن فاعل نفهم إذن يصاغ من فعل مبني للمعلوم إذن واهب لازم نعرف شكون اللي قام بالفعل في الجملة التاعية صاحب الفعل نفهم إذن هو صاحب الفعل متى نقولوا واهب أو مادح يجب أن أعرف ولا هو يكون صاحب الفعل مع أنتها الذي قام بالفعل ويرفع الفاعل نفهم إذن الفاعل ليأتي وراءه مرفوع ولا قبله كما نقولوا السر فاش نعرفوه يأتي دوما على وزن فاعل إذن دوما الحرف الثاني راح تلقاوه مد نفهم يلا إسم المفعول نفس الشي يأتي على وزن المفعول كما نقولوا ما نعقدوش الأمور يلا يصاغ من فعل مبني للمجهول مع أنتها لا أعلم من قام بالفعل هو الذي يقع عليه الفعل مع أنتها هو يقع عليه الفعل وليس صاحب الفعل ويرفع نائب الفاعل نفهم إذن هذا عنده فاعل وهذا عنده في الجملة تعو نائب فاعل على شأنه مبني للمجهول نخدو مثال موهوب ممدوح إلى غير ذلك يأتي على وزن مفعول إذن دوما الحرف ما قبل الأخير لازم نلقاه واو إذن قلنا هذا بالنسبة لإسم الفاعل وإسم المفعول محش يتحلكم زعمة مثلا يقول لك ما هي شروطها ولا لا يقول لك مثلا يستخرج من النص من النص عفوا إسمه فاعل أو إسمه مفعول يلا نروح للدرس اللي بعده وهو التوكيد الكثير من التلاميذ ما يفهموش وشنو هو التوكيد يلا لهنا نسيه كما احنا نقولون فهموه بأبسط طريقة إذن التوكيد هو تابع يذكر في الكلام لرفع ما قد يتوهمه السامع مما ليس مقصودا وهو نوعان إذن عندي توكيد لفظي وتوكيد معنوي إذن التوكيد يقدر يكون حرف يقدر يكون اسم مصدر إلى غير ذلك كي نشوفوا النوعان تعالوا نفهموه بالضبط وشنو ما عندها التوكيد إذن قلنا عندي توكيد لفظي وتوكيد معنوي نبدأ بالتوكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ السابق يلا ناخدوا مثال هو هو المجد الكتاب الكتاب المفيد إذن أكرر اللفظ السابق إذن أكرر ما هو قبله مفهوم إذن لاحظوا هو هو الكتاب الكتاب إذن تلاحظوا باللي كلاهما توكيد لفظي مرفوع بالضم الظاهرة على آخر إذن إذا قالوا لأعربهم إذن يعرب توكيد فهم قولوا أستاذا ليس أعرب حسبة مثلا إسم أو حرف لا يعرب توكيد ولازم تحدده كتوكيد لفظي أو توكيد معنوي إذن اللفظي خلاص حفظناه باللي أني أكرر اللفظ السابق هو هو هي هي الكتاب الكتاب إلى غير ذلك والتاني هو التوكيد اللفظي وليس الأول يفهم إذن هذي علاش توكيد اللفظي لأبين المعنى كما نقولون ما يتوهم السامع مثلا إذا توهم السامع أنه خطأ أو صواب فإنني أكرر اللفظة ليفهم المعنى يفهم كما نقولون نديروا عليها السطر إذن هذا بالنسبة للتوكيد اللفظي يضعون شوفوا التوكيد المعنوي يذكر بعد الإسم السابق أحد الألفاظ إذن توكيد المعنوي عنده الأسماء التوعو وشنهما؟ نفس عين كل جميع عامة كلا كلتا كيلاتا وأجمع مفهوم؟ يلا نشوفوا الأمثلة باش نفهمه رأيت الرجل نفسه في السوق أحب الصادقين كلهم إذن توكيد المعنوي عندنا الأسماء التوعو أو الحروف التوعو إذن لا يخرج عن نطاق هذه الألفاظ مفهوم؟ إذن إذا لقيت نفسه عين أجمعا جميع عامة إلى غير ذلك كله هذه كيف أعربوها؟ توكيد معنوي مرفوع بالضمة والظاهرة على آخره وهو مضاف على حسب كيفاش خرجنا نفسه نحبس كما رأيه إذا كان مراء حرف وهو مضاف والحرف الذي يأتي بعده مضاف إليه لكن تلاحظوا دوما كلا التوكيد اللفظي أو التوكيد المعنوي يأتيان مرفوعا بالضم مفهوم؟ إذن قلنا لتوكيد المعنى ولا لتأكيد التوكيد جاي من كلمة تأكيد المعنى أني أؤكد ما يتوهم السامع أو ما سمعته بغير قصد هذه بالنسبة للتوكيد مفهوم؟ إذن هذا قلنا بالنسبة لملخص اللغة العربية للسنة أولى المتوسط للفصل الثالث إذا عندكم أبناء أي سؤال ولا إستفسار خلوه لي في التعليقات أجيبوا عليه في أقرب وقت ممكن وإن شاء الله رح نكمل بقية الدروس وحتى إن شاء الله الوضعيات الإدماجية والفروض والاختبارات في جميع المواد وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله